وردة الشهيد وردهم فداء له أثناء داء واجبهم الوطني مزيد من التفاصيل حول وردة الشهيد تستعرضها لنا الزميلة مريم حميد يوم الشهيد هو يوم الخالدين في وجدان الوطن جسدتها الرازجية البيضاء والسعفة النخيل المتجدرة في الأرض البحرينية ولكن ما هو السر في اختيار زهرة الرازجي وسعفة النخيل تحديدا رمزا لهذه الذكرة العزيزة لتمثل وردة الشهيد الحكاية تكمن وفي البداية مع زهرة الرازجي فتحمل الزهرة ملامح تدل على السلام والطهر والوفاء والإخلاص والتضحية في سبيل الغير بالإضافة إلى رائحتها الطيبة أما سعفة النخيل فترمز للعطاء والنماء والأصالة والارتباط بالأرض وتحدي الصعاب وتخليدا لذكر شهدائنا المحفوظين في قلب كل بحريني وبحرينية يتم ارتداء وردة الشهيد في التاسع من شهر ديسمبر ولغاية السابع عشر الذي يصادف يوم الشهيد أي لمدة تسعة أيام كرمزا للسلام والحياة الخالدة ومحطة يقف عندها الجميع لاستذكار مناقب الشهداء العظيمة وفي الختام نسأل الله أن يتقبل شهدائنا الأبرار وأن يحمي لنا رجال الوطن البواسل ترجمة نانسي قنقر